موسيقى حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بين قوسين في الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له إشارة إلى الرسالة الشخصية للإنسان في الحياة لكن هل فكرت يوما لماذا تم وضعك على هذه الأرض وهل سبق لك اهتمام أن تجد المعنى الحقيقي في حياتك وهل سألت نفسك ما هي رسالتك في الحياة فالإنسان دون رسالة يمل من الحياة ويتيه كثيرا وينفصل عن ذاته ويكون وجوده ثقيلا على ظهر الأرض ضياع الرسالة ضياع الأمانة ضياع الحياة الإنسانية ضياع التوازن الكوني فلو أدرك كل فرد مننا سبب وجوده وعرف رسالته وقام بها حق القيام لأحدث حالة من السلام والاتزان في بيئته وقام بدوره وأثر وغير وكان دوره ملموسا وأثره واضحا نعم فالذين يدركون رسالتهم الشخصية في الحياة يحيون حياة عظيمة والذين لا يدركونها يحيون ويموتون في استحياء وصمت فكل العظماء في البشرية الذين أحدثوا فرقا هم أدركوا رسالتهم الشخصية بحسب ما قرره علماء النفس فإن رسالة الإنسان تستمر معه طوال الحياة نعم ربما تتعثر أحيانا لكنها لا تتوقف مهما كانت الظروف لذلك اليوم نقف معكم لنتساءل ما هي رسالة الإنسان في الحياة وما أهمية أن يكون للإنسان رسالة يسعى من أجلها كيف تكون رسالتك هادفة ونافعة كيف يستثمر الإنسان الوسائل المتاحة لنشر الرسالة الهادفة كل هذه التساؤلات راح تكون على طاولة الحوار لهذا اليوم لكن بعد ما نشوف رأي الشارع برأيك شنو رسالة الإنسان بالحياة؟ رسالته بالحياة الصراحة اللي هي لازم تكون تجاه رب العالمين ومن ثم يضيق هذا المنطلق إلى نفسه ثم المجتمع ثم المحيط اللي يحيط به مهما يكون نافع أكثر مهما تكون رسالته جديرة بالاستحقاق وهو هذا بالأخير اللي راح يتبقى من عنده كلنا يعني راحلين في يوم من الأيام فرسالتك هي هاي اللي راح أتضل لها أثر من بعدك برأيك شنو رسالة الإنسان بالحياة؟ رسالة الإنسان أن يكون يعني يتذكر عائلته والأشخاص اللي معاه يجي يسعد الآخرين وين اللي يطلع من المكان ويقول هذا الشخص زيني مرتاح معانو صح يتذكر الإنسان راح يكون يعني بلا خير راح يفارق الحياة ولازم يخلي ولاد يذكرهم مزين يذكروه صح والخير نعم يعني ها هي رسالة أكثر الناس اللي لازم هنا نقتدي بيها وتحفظ بيها حل نجي نأخذها في اللحظة التي يدرك الإنسان رسالته في الحياة عندئذ سيجد ذاته ويدرك معنى أنه كائن مؤثر في حياته لذلك ربنا تبارك وتعالى يعطي لنا أهمية الرسالة في الحياة فيقول عز من قائل سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هنا يبدأ الإنسان مسيرة رسالته في الحياة لكن ما هي رسالة الإنسان في الحياة كيف يحقق الإنسان رسالته الإيجابية في الحياة كي يكون إنسانا نافعا ومؤثرا في مجتمعه وفي أمته عن هذه التساؤلات ألتقي بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور كرم مظفر النعيمي فابقوا معنا عن رسالة الإنسان في الحياة نتحاور مع ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور كرم مظفر النعيمي إمام وخطيب جامع بهاء الدين حياكم الله دكتور وسعداء جدا باستضافتك الكريمة وإطلالتك البهية عبر شاشة الموصلية الفضائية حياك الله دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية نرحب بكم دكتور محمد أجمل ترحيم ونشكركم على هذه الاستضافة الجميلة من خلال برنامجكم المتميز عبر قناة الموصلية الفضائية ونسأل الله عز وجل لكم دوام الموفقية والنجاح والقبول إنه سميع مجيب اللهم أمين حياكم الله دكتور نحن سعداء جدا أكيد باستضافتك والحوار معك عبر شاشة الموصلية وبرنامج بين قوسين دكتور بداية ما هي رسالة الإنسان في الحياة؟ طبعا لقد سألت عن عظيم رسالة الإنسان في حياته تكمن من خلال المعرفة بغاية خلق الإنسان والحكمة من إيجاده يعني الإنسان إذا علم غاية وجوده والحكمة من خلقه عندها ستتضح رسالته في هذه الحياة نحن حتما دكتور ما خلقنا لحياة العبث ولا خلقنا لحياة اللهو ولا لحياة الفراغ ولا لحياة اللهث وراء الشهوات والملذات فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وإنما خلق الإنسان لغايات عظيمة ومهام جليلة أعلنها القرآن بكل مضوح وبيان فقال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جميل إذن إلا ليعبدون لكن ليست العبادة بمفهومها القاصر عند بعض الناس يتصور العبادة فقط في إقامة الصلاة أو صيام رمضان أو الزكاة أو الحج وإن كانت هذه فرائض أساسية وجزء أساسي من العبادة لكن مفهوم العبادة مفهوم أوسع وأشمل يعني كما عرفها العلماء قال هو اسم جامع لكل ما أمر الله عز وجل به ويحبه ويرضاه لكل ما نعم لا و بنفس الوقت يشمل مفهوم المخالفة بمعنى التوقف والاشتناب عما نهى الله عز وجل جميل وبذلك تكون دائرة العبادة دائرة رحبة واسعة تشمل شؤون الإنسان كلها وتستوعب جميع حياته جميل ونأخذ أمثلة على ذلك فعلى سبيل المثال مثلا قضية العدل قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والعدل يعني يشمل جميع مستويات العدل بدءا من الحاكم إلى المسؤول إلى الموظف حتى يصل الرجل في أهل بيته ومعروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك الرجل وقال إني نحلت ابني نحلة يعني عطية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك نحلت كلما عطيت ابنفس هذه العطية فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أشهد على جور وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم تصور شيخ محمد الإخلال بهذه الجزئية العبادية كم ضيعت من حقوق كم قطعت من أرحام كم وقع الناس بين ظالمين ومظلم إذن هذه الجزئية من جزئيات العبادة لو نأخذ جزئية أخرى مثلا قضية المسؤوليات النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته وبدأ عليه الصلاة والسلام يفصل بمستويات هذه المسؤوليات بدءا من الحاكم بدءا إلى نزولا إلى حتى أن يصل الرجل في بيته والمرأة في بيتها لكن اليوم الإخلال بهذه الجزئية يعني وقع الناس في ضرر وفساد وضيعت حقوق واستغلت مناصب لمنافع شخصية حتى على مستوى الأسر دكتور محمد ترى الخلافات والنزاعات ونسب الطلاق المهولة بسبب إيش بسبب إما رجل قصل في مسؤوليته تجاه أسرته وبيته أو المرأة قصلت في مسؤوليتها تجاه بيتها وزوجها وقس على ذلك بقية الأوامر والنواهي والتي هي جزء من رسالة الإنسان وكثيرا في القرآن والسلام وهي دخل لهم تحت مظلة العبادة كل من ضمن العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا لعب هذا رسالتنا أن نقيم هذه الأوامر وننتهي عن هذه النواهي وتستعرض في صور القرآن كثير من هذه الأوامر والنواهي منها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيلة إذا كلتم وزينوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويله ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخريق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكرورا فكثير من الأوامر والنواهي جاءت من أجل تفعيل رسالة الإنسان في حياتي لكن اليوم لما يتم الإخلال بهذه المسؤوليات بهذه الجزئيات العبادية يصبح هذا الاختلال وهذه الفوضى وهذا الظلم وهذا الاضطراب الذي يقع في المجتمعات ومن ضمنها مجتمعاتنا التي نعيشها الآن أحسن الله إليكم دكتور إذن رسالة الإنسان في الحياة أن يكون مندرجا وأن يكون مستظلا بظل مفهوم العبادة الشامل وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون دكتور الآن بعد أن علمنا أن رسالة الإنسان في الحياة هي داخلة تحت مظلة العبادة بمفهومها الشامل ما هو واجب الإنسان تجاه هذه الرسالة؟ واجب الإنسان بعد المعرفة بهذه الواجبات أو الجزئيات العبادية وامتثالها الإصلاح والتوعية المجتمعات يعني تعرف بعد أن أهبط سيدنا آدم إلى الأرض وأصبح هناك صراع مستمر ما بين الحق والباطل إلى قيام الساعة وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاعوا إلى حين هذا الصراع الذي قوده الباطل إبليس وأعوانه أعلنها صريحة ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله إذن عدو واضح وعنده أهداف في انحراف بوصلة الإنسان عما يريده الله عز وجل على الجانب الآخر جانب الحق يقوده الأنبياء والمرسلون والصالحون والمصلحون من هذه الأمة وإلى قيام الساعة فأين دورك في هذا الصراع فالإنسان لما علم بهذه الجزئيات العبادة لا بد أن يبادل في مسألة الإصلاح وتوعية المجتمعات والأخذ بأيدي الناس وإلا ما يخلو دكتور مجتمع من مصلح ما ينبغي تصور أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ذهب للقاء الله عز وجل يعني هل أكو أعظم من هذا الانشغال لكن ما ترك قومه بدون مصلح وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين حتى البعض قد يقل لك اليوم أنت ماذا ستصلح يعني الواقع مليء بالفساد قد أنا وأنت ما نغير قد المصلحين اليوم ما يرون نتائج إيجابية لكن مع ذلك ليست مسؤولية الله عز وجل عندما ندبنا بالإصلاح ما اشترط علينا النتيجة ولهذا يأتي يوم القيامة في كل الظروف والأحوال آه يأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد تصور وعندنا أمثلة في القرآن الكريم قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون يعني ما مدينة ولا بلد قرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث كم آمن شيخ محمد آمن شخص واحد هذا الذي قتله فقيل ادخل الجنة فتصور أنه ليست مسؤوليتنا أن نرى النتيجة لكن مسؤوليتنا أن نبادر دائما بالإصلاح بالتوعية بالأخذ بأيدي الناس ولنا أسوى يعني بقصة أصحاب السبت معلوم القصة أن الله عز وجل حرم على اليهود اصطياد الأسماك يوم السبت فتحايلوا على أمر الله عز وجل نصبوا شباكهم يوم الجمعة وقاموا يأخذونها يوم الأحد المجتمع انقسم ثلاثة أقسام جميل قسم قال أنا ما ليشغل مثل بعض الناس اليوم هم صالحون نعم لكن أحيانا ما يبادر أيضا بأصلاح مثلا أقرب الناس وأسرته ما يبادر قال لك أنا ما ليشغل صالح في نفسه صالح في نفسه غير مصلح لغيره وقسم آخر لا شاركهم بهذا الفساد والتحايل فقال أنا أريد حصتي من السمك وحصتي من النفط ومن العقود ومن الصفقات وقسم آخر أخذ على عاتقه قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح وتوعية المجتمعات وبدأ يحذر وينبه ويحذر مآلات مخالفة أمر الله عز وجل وهذا التحايل الصالحون هؤلاء الذين فقط اكتفوا بأنفسهم يعترضون على هؤلاء المصلحين وقالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكم أو معذبهم عذابا شديدا فقال المصلحون من باب الإعذار إلى الله عز وجل قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون لأن الإنسان مهما وصل إلى حالة الخطأ أو حالة الضياء لا بد أن يرجع يعني بعض الناس اليوم اليوم لما تنصح بعض الناس أو توجهم يأخذون يقول لك والله شيخ أنا ما كنت أعرف أن أجهل هذه المسألة جزاك الله خير علمتني فمن باب الإعذار إلى الله عز وجل وكذلك أنه أنت ما دام المجتمع فيه مصلحون فيه مصلحين لا بد أن تكون هناك أمان من عذاب الله عز وجل ولهذا النتيجة بهذه الأقسام الثلاثة قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وقد قرر الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون لكن صالحون ممكن قالت أنا أهلك وفينا الصالحون نعم قال نعم إذا كثر الخبث وكيف يكثر الخبث تقعس الدور عن الإصلاح ها إذا أنا وأنت وفلان وفلان ما يبادر بهذه المهمة الإصلاحية والتي هي جزء من رسالة الإنسان في حياته جميل عند ذلك ستأول الأمور إلى غير ما يريده الله عز وجل ما شاء الله إذن دكتور يعني بعد أن يفهم الإنسان رسالته في الحياة يفهم أن هذه الرسالة لابد أن تكون رسالة إصلاحية رسالة مؤثرة في المجتمع خادمة المجتمع نافعة في المجتمع اليوم حقيقة وسائل تحقيق هذه الرسالة تكثر وتتعدد والآن خاصة مع تطور العالم وشهود العالم مجالات واسعة من الوسائل كيف يحقق الإنسان رسالته أو كيف يحقق إصلاحه في الحياة بفضل الله عز وجل أن القرآن الكريم يعني ضرب لنا أمثلة كثيرة خاصة من الأمم السابقة تجارب الأنبياء مع أممهم فهذه يعني ميدان رحب في كيفية أنه التعامل مع الناس الله سبحانه وتعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى كذلك لنا أسوى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت ميدان حياته في إصلاح الناس ومعالجة الأخطاء وتقويم السلوكيات السلفية التي كان يعيشها في المجتمع فعندنا مثلا مفهوم القدوة الحسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني أن الإنسان يدعو بأخلاقه بأفعاله بتصرفاته وقد قالوا قديما لا تحدثني كثيرا عن الأخلاق دعني أراها في سلوكك وأفعالك وتصرفاتك منها الأقوال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وهذه الأقوال تحتاج اليوم إلى قوة بيان إلى حجة إلى جمال بالأسلوب جمال بالعرض قالوا عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغة بحاجة إلى مراعاة مستويات الناس قالوا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن حديث الناس بما يعقلون فلما تتعرف على تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعالج أخطاء الناس فهذا ميدان رحب أنا أضرب مثال بسيط سأضربه بالمعنى حتى تصل إلى جمهور المشاهدين بهذا الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم كان جالس بين أصحابه فجاءه أحد الأعراب والأعراب عندهم غلظة في التعامل فجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ردع وقال يا محمد بهذه الغلظة صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك لا من مال أبيك ولا من مال أمك بهذه الغلظة فقام الصحابة يريدون أن يؤذب من يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه المال ومال الله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكتفي ذلك الأعرابي صور النبي صلى الله عليه وسلم أنه قائد دولة و عنده أموال مثل بعض الحكام يستأثر بالأموال عندها أخذه النبي صلى الله عليه وسلم و جعله يلاطفه و ذهب به إلى بيته الشريف صلى الله عليه وسلم و أعطاه و لكن حينما نظر إلى بيته الشريف ماذا يأخذ من بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا توقد فيه النار لأشهر بيت لم يشبع أهله حتى من رديء التمر عندها ما ملك ذلك الأعرابي إلا أن قال أحسنت و جزاك الله من أهل و عشيرة خيرة أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابي قد وجدوا عليك فهل تقول هذا الكلام أمامهم؟ قال نعم قال فلما أخرج فقال يا عرابي هل أحسنت إليك؟ قال نعم وجزيت من أهل وعشيرة خيرة ومضى ذلك العرابي عندها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة الكرام هذا الدرس في الدعوة وحسن الأسلوب وحسن العرض فقال عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثلكم ومثل ذلك العرابي كرجل له دابة فشردت الدابة فجعل الناس يلاحقونها يريدون أن يعين ذلك الرجل فقال فما زادت إلا نفورا يعني أهل مرأة بالأكثر زادت نعم فقال صاحب الدابة دعوني أنا ودابتي أنا أعلم بها وأرفق قال فأخذ من خشاش الأرض ثم لوح بها فانساقت إليه ثم قال عليه الصلاة والسلام أما إني لو تركتكم على ذلك العرابي ولأضربتموه فأوجعتموه فمضى على كفره فدخل النار هنا القضية أنه أنا كيف يعني أغير مسار هذا الشخص كيف تستخدم المسائل المناسبة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سيدنا أنس ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه جاءه رجلا يسأله فأعطاه غنما بين جبلين فوقف الرجل أمام صورة مدهوشة قال يقوم أسلم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقر أعطى صفوان بن ومية مئة من الأبل ثم مئة ثم مئة أعطى عطايا أخجلة الكرماء من كرميه لهذا يقول العلماء يقول أيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك أقواما يقادون للإسلام من بطونهم لا من عقولهم فقادهم بما يحبون إلى ما يحبه الله ورسول جميل جميل صفوان بن ومية يعني شاهد غير متهم يقول أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه من أبغض الناس إليه وما زال يعطيني حتى صار من أحب الناس إليه فأصبح لا يرى في الدنيا إلا خلق محمد وجمال محمد وكرم محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد وهذه السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله عز وجل جميل بالإضافة دكتور أنه عندنا اليوم وسائل طارئة وسائل التواصل الاجتماعي هذه الفضائيات من ضمن هذه البرنامج هذه وسائل اليوم ما تحدها لا حدود جغرافية ولا سياسية ولا اجتماعية فالأولى بنا أن نحسن استثمار هذه الوسائل لأن الإسلام رسالة عالمية جميل وهذه الرسالة العالمية بحاجة إلى وسائل أيضا توصل رسالتك إلى العالم فمن خلال هذه الوسائل من خلالها تعرف هذه الوسائل هي صناعة نعم فمن يحسن إتقان هذه الصناعة يحسن عرضها سأل التواصل الاجتماعي اليوم بمنصاتها المتعددة حقيقة نعم تؤدي غرضا كبيرا إذا استثمرناها بالإصلاح وتوعية المجتمعات والأخذ بأيدي الناس فإنها ستكون بإذن الله نفعا كبيرا بدل هذه الفوضى التي نعيشها بدل استثمارها في الأمور التافهة في الأمور التي تغيع أوقات الناس وأعمالها ما شاء الله أحسن الله إليكم الدكتور كرم ظفر النعيمي مامو خطيب جامع بهاء الدين في مدينة الموصل أمتعتنا حقيقة بالحديث وودته أن الحديث يستمر إلا أن بساطة الوقت قد سحب سريعا أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم و بعلمكم و أن يبارك في عمركم و أن يوصل هذه الرسالة الحقيقية إلى الناس جميعا جزاكم الله خير دكتور ختاما أنا أحب أن نلخص هذه الحلقة أنه الإنسان إذا سعى ليعرف هذه الجزئيات العبادية ثم بدأ بالامتثال لها ثم بعد ذلك التوعية و الإصلاح في المجتمعات و الأخذ بأيدي الناس بالوسائل و الأساليب الشرعية المنضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية عندها ستكون لحياتنا رسالة و معنى و سنعيش لغاية و هدف و سنحيى حياة السعادة و الرضا و العمل و الإيجابية بالرغم من قسوة الظروف و صعوبة الأحوال التي تواجه المسلم في حياته لأنها ستتوافق مع الفطرة التي يريدها الله عز و جل و هذا بإصداقا لقوله تعالى قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شرك له و بذلك أمرته و أنا أول المسلمين نسأل الله عز و جل أن يجعلنا من أهل الصلاح و الإصلاح و أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا و الله أعلى و أعلم و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم صلي و سلم على سيدنا محمد و شكر الله لكم و بارك فيكم فيكم بارك الله يحبه الذي يحيى بلا رسالة لا قيمة لحياته قيمة حياة الإنسان تنبع من قيمة الرسالة التي يقوم بها إن كان بلا رسالة يموت فتنتهي حياته و لكن تبقى حياة أصحاب الرسالات حتى بعد موتهم و اليوم و مع ثورة العالم الرقمي الهائلة جدا و التي شملت أغلب مناحي الحياة العلمية و العملية و تنوع وسائل السوشال ميديا تأتي أهمية هذه الوسائل في تقديم الرسالة الهادفة و التي تؤثر بشكل واسع في تشكيل الوعي المجتمعي عن أهمية السوشال ميديا و أثرها في تقديم الرسالة الهادفة ألتقي مع ضيف الكريم الأستاذ أستاذ مثنى الصالح فكونوا معنا حياكم الله مرة أخرى خلينا نرحب ضيف الكريم لهذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعا أستاذ مثنى الصالح أهلا و مرحبا بك أستاذك الله يسعدكم حياكم الله جميعا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة يا أهلا وسأخليك يا رب نحن جدا سعيدين اليوم أسعد أكيد أنا أسعد بهذا الاستضافة و أسعد بكم إن شاء الله الله يخليك أستاذ مثنى خلني ندخل مباشرة بالموضوع بداية ماذا تعني لك رسالة الحياة؟ رسالة الحياة بها عمومية خليني شوي أضيق العدسة و خلي بها خصوصية هي الفكرة من وجهة نظري و اللي أطبقها أنا و اللي أنا على فكري إنه أنت أن تحدث تأثير في مجالك وتترك أثر طيب تذكر به بخير من بعدك لأنه باختصار أتوقع إحنا مختلفين الثقافات اللهجات الأفكار التعليم كل شخص بنا ما ممكن أن نتوحد بفكرة واحدة فكرة جامعة لكن الفكرة المظلة اللي ممكن إحنا كلتنا مستند و نكون تحتها إنه إحنا أن نحدث تأثير في مجالنا يكون بي تأثير إيجابي وأثر طيب نفيد بي من بعدنا سواء كانت بمعلومة برسمة بتسامة بفكرة بتعليم و غيره و غيره يعني بيقى حسين الأستاذ والمعلم والصيدلاني والدكتور والمهندس صح والعامل والموظف كلهم يقدرون أن يوحدون الفكرة أنهم هذا الشخص في فترة من الفترات كان موجود بهذا المكان وترك أثر وترك أثر فذكرة طيب من بعدك أعتقد أنه أنت حققت شيء اسمه رسالة رسالة الحياة أو الرسالة الإيجابية بالحياة زينا استعاد مثلنا كيف حاولت أن تفهم رسالتك بالحياة؟ الفكرة يعني ببداية إحنا موجودين الآن في عصر العولمة والسرعة والاختلاف صح والتأثر بالغير خاصة بدخول السوشال ميديا والدخول للعسائل صح فإنك أنت تكتشف نفسك صعب جداً ليش صعب جداً؟ لأنه أنت عملياً في دائة التأثير بالعالم موجود نوعين من الأشخاص المؤثر والمتأثر فأنت تحاول أن تحدد مزاويتك أو موقعك إما أن تكون متأثر أو مؤثر فالمؤثر ما أقصد بي مصطلح الدارج أو العامي الآن اللي هو صحاب السوشال ميديا أو اللي عنده متابعي لا 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 المؤثر اللي هو يصنع تأثير في مجاله باختصار نعم ففي مرحلة اللي أنا أقدر نسميها مرحلة الجامعة أكثر شيء أنت تتلذذ بقضاء الوقت فيه صح ففي أشخاص يتلذذون في موضوع التحليل والتعليم والتدريب صح هذا الشخص مكتشف نفسه في دائرة الإلقاء والتعليم هذا الشخص ما يشعر أنه يخسر وقت أو بالملل نعم في موضوع اللي هو موجود بي عمليا لما كنت في مرحلة الجامعة كنت أحب موضوع الكاميرا العدسات التصوير رواية القصة هاي كل المصطلحات كانت عبارة عن جزء من الشغلات اللي أنا كنت فعلا أتأثر أو أحب أن أكون موجود داخلها وهي قريبة من تخصصك؟ قريبة من تخصصي اللي بعديا حول رغب يعني تعرف ما نقول للأسف لكن هو هذا المعرف أنا أعتقد هو الخطأ الشائع اللي موجود فيه مجتمعنا أنه الناجح هو صيدلاني والطبيب صح هذا اللي بتعرف عليه صح يعني فلان طبيب فلان صيدلاني صح ولكن قد يكون شخص في مجال ثاني مختلف هو مبدع به سيكون تأثير أقوى من صيدلاني والطبيب صح وقد يكون صيدلاني والطبيب في اختصاصهم هو ما ناجحين صح مثلا أنا أخذ الدراسات عليا بالهندسة ثم الإدارة ولكن بعدين اكتشفت نفسي في الإعلام اكتشفت نفسي في مجال الإعلام الرقمي والإعلام الحديث أنا حاولت أن أخص الساعات وقتي عن طريق فضائي الكتروني والفضاء الرقمي اللي هو أتعلم منه ممكن الكتب الدراسية يعني خلنا نتكلم على ست سنوات من الدراسة هذه الست سنوات اللي أنا درستها ما أعتبره مضيعة الوقت ماكو شي اسمه مضيعة الوقت هي إضافة للكذا لكن هاي السنوات اللي أنا موجود كنت أتعلم ذيها علميا ودراسيا كان ممكن أنه أنا مثل ما نقول أقننها أو أوجهها نحو الشي اللي أنا أحب واللي أنا كان مفروض أكتشوفه من زمان من زمان صح الفكرة أنه أنا أتوقع أكتشفت نفسي من بعد ما شوية صارت هلاقح فكري بيني وبين الناس من مختلف الثقافات الأفكار التعريف أنه أشهل الشي اللي أنا يناسبني هاي الأفكار وهاي الأمور سهلت لها بالموضوع زين كيف اكتشفت أنه صناعة المحتوى هي أفضل وسيلة بالنسبة إليك حتى توصل الرسالة الهادفة أخي سؤال أنا أتوقع راح أتكلم من مجالين هندسة والإعلام أو صناعة المحتوى الهندسة إحنا نهندس الأشياء نعم نهندس الجماد نهندس البناية نهندس الكهرباء بمعنى مجال الكهرباء لكن لما حرفت العدسة قليلا شفت أنه الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تتكلم على هندسة العقل البشري فلاحظت مستوى التأثير بها أقوى أشمل أعام لاحظت الأدوات بها أكثر تشبهني تعبر عني ممكن أن أصنع بها فارق بسيط إن شاء الله أنا لا أتكلم عن نفسي لكن إن شاء الله أنه حاولت أن أصنع فارق بسيط في المجال أقدم رواية قصة عن شخص ممكن يتأثر بها شخص فلاحظت أن هذا الشيء يشبهني وهذا الشيء اللي أنا فعليا كنت أخصص به ساعات طويلة من وقتي سواء كان بالتعلم سواء كان بالممارسة سواء كان بالمشاركة مع أشخاص من نفس المجال فأحنا عرفت أنه أنا في هذا المجال واستمرت الحمد لله شكرا زين إيجابيات صناعة المحتوى وأكيد أكو عقبات تواجهك عقبات وسلبيات أكيد خلينا نتكلم خلينا نبدو بالسلبيات ونختم بالإيجابيات السلبية الأشمل والأعام أنه أنت أنت فاتح بها بيتك بين قوسين لجميع الأعراء يعني أنت لما تطلع وتقدم محتوى لكل الأطياف كل الناس كل الناس سواء كان تكلمت عن تراث تكلمت عن قصة شخص تكلمت عن مدينة تكلمت عن مثلا حدث أنت تكلمت بي ضمن زوايا حاورت تكون شمولي نعم وحيادي لكن ما كل الأوراعة الشابة صح فأي يجي ينتقد مثلا أنت معرض للانتقاد معرض للانتقاد لأن ممكن للناس يتلقون بنفس الطريقة التي أنت تفكر أن تتوصل ذلك الصعوبة أن تحاول أن تكون في المنطقة الرمادية صعب جدا تأخذ الأبيض والأسود فتحاول قدر الممكن أن تكون في المنطقة الرمادية وبنفس الوقت أن تتوصل رسالة وتتوصل فكرة فأفضل أسوأ شيء أن أنت مضطر مضطر تتعامل مع الجميع أكيد طبعا أنت تتعامل مع اللبق الراقي في الانتقاد وتتعلم مع للأسف الشديدي اللي ما عند ذلك ذاك المستوى من اللباقة صح فممكن يكون تهجمي وممكن يسيء لك بألفاظ الفكرة أنه يعني أنا عندي احتكاك بعدد كبير من الداخل والخارج من العرم دون الأشخاص كلهم متذفقين كلنا على قاعدة وحدة التغاضي والتغافل والتجاهل التغاضي والتغافل والتجاهل أنت مضطر أن أنت تحط الهدف والعدسة على الشيء اللي أنت تريد توصله باقي الأراء وما دام المشك إلا أهم شيء مثل ما نرجع خطوة الوراء على سؤالنا الأول حكينا بالبداية أنه أنت لازم تعرف رسالتك صح ولازم تعرف أنه أنت وين المكان اللي تريد توصله صح فأنت بمجرد أن تعرف أنت ليش ومتى وكيف تعمل الشيء اللي أنت عاد تعمله ما ممكن أنه أنت تسمع بقية الأراء خلاص أنت وصلت إلى مرحلة القناعة بالشيء اللي أنت عاد تعمله والمعرفة وبنفس الوقت وصلت إلى مرحلة أنت تقول لي أنه أنا أعرف وين أريد أوصل خليهم يتكلمون خليهم ينتقدون وإذا كان الانتقاد سلبي أتعلم وإذا كان الانتقاد إيجابي فيدني بالمستقبل صح هاي العقبات أنه تتعامل مع الكل أنه تحتاج وقت صح مجال التواصل الاجتماعي يتيح لك أنه أنت تشوف الفيدباك أو يعني الرد الناس أو تأثروا الناس أو تفاعل الناس مع الفكرة اللي أنت طرحها خلاتك خلال التعليقات خلال التعليقات انتشار الفكرة تأثرة الانتقاد الإيجابي والسلبي لكن بالتلفزيون صحب تشوف هذا الشيء لأنه هي بثت وخلاص ما تعرف الناس صح حبوا ما حبوا فالإيجابية أنه أنت تشوف الناس علي تأثروا صح وممكن تشوف فكرة تغيرت على الشخص فإحنا ليش نقوله أنه وسائل التواصل الاجتماعي هي ندست العقل ممكن في كثير ناس عرفتهم بمكان وذكرت تاريخه وذكرت حسنات هذا المكان فكونت أنه أنت عنصر مساهم في انتشار هذا المكان أو عنصر مساهم في تسليط الضوء على ثقافة أو الترويج لتاريخ بلد أو مثلا عادة حميدة بالمجتمع أو ناقد لعادة سلبية يعني قد نشوف مثلا العان هذا شوي خرجنا بس لكن حتى ننطي مثالي نعم ثقة مستمتعين جدا الله يسعدك يا رب موضوع رمي نحن شفنا عادة كثيرة من الناس أنه أبو سيارة يمشي شربط الماء رماء المخلفات مخلفات بالشارع أنت إذا حاولت تناولت الموضوع هذا بطريقة بسيطة قريبة لمفهوم الشارع قريبة الرأي الناس نحن أنت بغيقصين تتحاول أن تواعي أو ترفع مستوى الواعي عند الناس أنه يتأثرون بهذا الشي وأنه يا جماعة الخير هذا عادة سيئة هل ترضاها في بيتك؟ أكيد لا هل أنت تتوقع أن هذا الشيء يعكس ثقافة مدينة؟ أكيد لا فأنت سلطت الضوء خففت جزء من العادة السلبية صح خليت الناس عندهم جرأة من انتقاد السلبي هاي من الإيجابيات أنه أنت تشوف مستوى تأثير الفكرة اللي طرحتها وزيعت وعيها ما شاء الله الله يخليه ما هو جمهورك اللي توجه له رسالتك؟ الجمهور اللي أنا أوجه له رسالتي شوفوا خلونا نتفق أول شيء أنه وقتنا هذا هو وقت أنا متأكد ومتيقن تماماً هو وقت الشباب والمراهقين قبل العبارة تقول الشباب 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 لكن للأسف إحنا أقول للأسف ليش أقول للأسف العبارة؟ لأنه مو جميع المراهقين تحت هاي المظلة وقت المراهقين لأنه وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت الفرصة لجميع دون استثناء الطفل الكبير والصغير والمراهق إنه يتكلم ويخاطب العوام عوام الناس إنه مو يساء إنه عوام الناس المجتمع فهذا الوقت إنه أنت تحاول تصل لهابت جمهور جمهور الفيسبوك جمهور الإنستغرام جمهور جمهور السناب شات بل جمهور التيكتوك اللي كثير من الناس ما راضين عليهم صحيح ولكن بالأخير هذول الناس موجودين مراهقين مثل ما إحنا دخلنا على الفيسبوك في يوم من الأيام بعمر المراهقة وإحنا صارنا متعلقين بهذه المنصة صاروا عندنا صداقات وعلاقات وأقارب ورسائل ومحادثات ومنشورات كثير من الناس أصبح ذكريات بها بالضبط بيوم من الأيام يطلع لك المنشور يذكرك أنه أنتم طلعتم صفر فيه صحيح لأنا دولة جمعة التيكتوك أو الجمهور أو فئة الموجودة داخل هذه التطبيقات يرسمون ذكرياتهم في هذا التطبيق ما متوجهين إلى الفيسبوك أو غير من التطبيقات فلذلك هذه المنصات جميعها بدون استثناء هم هذا الجمهورنا نفس الوقت أبعى في الإيمان لو ما كنت موجود ضمن هذه المنصات فأقل له أنت تعرف ماذا يوجد داخل هذه المنصة صح مو إلا أنت التروح تعمل بالشيء اللي هم يعملوا لكن أقل له لازم تفهم العقليا اللي موجودة داخل منصات التواصل جميعا صح استعمتنا حقيقة الحوار معك يعني جدا ممتع الله يسعدك يا رب وكلام يعني الله يسعدك ما خرج من القلب داخله للقلب الله يخليك يا رب قبل الختام قبل ما نختم رسالة تحب توجهها اليوم لكل الشباب واللي كل من يمشاهدنا الآن على شاشة الموصلية خدام هذا اللقاء والحوار اللطيف نغتصار احنا كشباب عندنا وقت وقت انتاج هذا وقت الانتاج نحاول نعمل بيت للشغلات نكتشف نعمل نحصط الاكتشاف بذيب عمر مبكر الحصاد الحصاد او العمل يكون في وقت انه انت ما الا تقلد الاخرين ما الا تكون عبارة عن نسخ موجودة من النسخ اللي موجودة داخل عالم السوسال ميديا او الواقع والمجتمع نعم انت ممكن تجيل فكرة وتشتغل عليها ليش؟ لان كل فكرة جديدة هي فكرة قديمة مطورة صح فالفكرة انه احنا في وقت الانتاج والعمل وان شاء الله الحصاد هذا عمرنا هذا ربيعنا فحرام نضيعه بملهيات الامور صح حرام نضيعه بصفائف الامور بالخروجات اللي مع الهداعي بالالعاب بقضاء وقت في الكافتريات اوكي احنا وقت الونسة وونسة ما عندنا اي اختلاف عليها صح لكن لنفسك عليك حق صح الواحد لازم يتعب على المجس نعم ان شاء الله خير شكرا جزيلا الله يخليك الله يخليك شرفنا بكم و لقائكم احنا جدا سعيدين مرة ثانية بتواجد معنا اليوم بحلقتنا العفو 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 البكر البركة بكم وشكرا جزيلا مرة ثانية لهذا الكرم الضياف شكرا جزيلا الله يحسين موسيقى 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 موسيقى